أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن المحادثات مع السعودية متواصلة وقال ربيعي أن حكومته تنظر بإيجابية إلى المحادثات مع الرياض وسترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي حال اقتضاء الأمر وبشأن تبادل السجناء والمحتجزين مع واشنطن جدد ربيع اتهامات بلاده بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن التأخير واشدد على أن طهران ترفض مساعي الإدارة الأمريكية إلى ربط ملف التبادل بالملف النووي للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من اسطنبول سليمان النمر صحفي مختص بالشؤون الخليجي ألم بك سيد سليمان إلى العربي اليوم إذن تصريحات إيجابية من طهران التي تنظر بعين إيجابية إلى هذه المحادثات مع الرياض وهناك إمكانية لرفع مستوى التمثيل أيضا سبقتها تصريحات إيجابية من السعودية واجتماعات مباشرة كان بعضها قد جرى في العراق كل هذه التطورات وهذه الإيجابية التي يتحدث عنها الطرفان ولكن هناك من يرى بأنها قد تكون عملية هشة جدا إن لم تتم حمايتها سياسيا أنت كيف تقرأها؟ أولا مساء الخير لك ولجميع مشاهدي التلفزيون العربي أهلا بك هذا أولا ثانيا أريد أن أشير إلى أن المحادثات السعودية أو الاتصالات السعودية مع إيران تتركز على أمر واحد وهو موضوع الحرب في اليمن وهذه الحرب أصبحت هاجسة للمملكة العربية لأنها أصبحت منذ سنوات حرب استنزاف لها وتورطت بها منذ نحو ست سنوات دون أن يبدو في الأفق أي حل أو يبدو أي إمكانية لتحقيق نصر عسكري حاسم على الطرف الإنقلابي الحوثي ومن هنا فإن المملكة العربية السعودية ومنذ أشهر تبحث عن أي وسيلة لكي تتوصل إلى حل سلمي إلى حرب اليمن ولكنها لا تريد أي حل إنما تريد حلا يضمن أمنها يضمن سيادتها يضمن أيضا أن يكون هناك حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف الحورثيين هما جزء ويكون الحورثيون جزء من المكون السياسي في اليمن ومن أجل ذلك هذا هو الهم الأساسي برأي الدبلوماسية السعودية تماما سيد سليمان دبلوماسيا والعلاقات بين طهران والرياض المتوترة منذ سنوات منذ عام 2016 توترت بشكل كبير إذا كان هذا الهاجس الأساسي وبالتالي هل يمكن أن يتحقق وفاق في ملف واحد ويبقى الخلاف في الملفات الأخرى في الحقيقة أنا قلت هذا الملف الأساسي وهناك ملفات أخرى هذا الملف الأساسي بالنسبة للسعودية فإذا تم الاتفاق على هذا الملف فإن الملفات الأخرى تبقى سهلة الحال مثلا السعودية تشكو من هيمنة حزب الله على لبنان وكذلك يشكو المواطن اللبناني العادي من هيمنة حزب الله على لبنان السعودية يهمها في هذا الأمر أن يتوقف حزب الله عن دعم الحوثيين بالأسلحة وبخبراتهم والصواريخ هذا وإذا حلت الأزمة مع إيران تحل الأزمة وإذا حصلت انفراج في العلاقات السعودية الإيرانية تحل جميع هذه الأزمات وأمها أزمة اليمن هذا برأيي هو الأمر الأساسي ملفات عديدة سيد سليمان اليمن لبنان العراق أيضا سوريا وحتى ربما الملف النووي أيضا من الملفات الكبرى تحدثت عن دوافع السعودية لأن يكون هناك نوع من المصالحة أو عودة دبلوماسية للعلاقات التركية الإيرانية السعودية ولكن هل تمتلك إيران نفس هذه الدوافع هل هي على استعداد لأن تخفف من نفوذها في هذه الدول التي ذكرتها مقابل المصالحة مع السعودية في الحقيقة إيران مستعدة لكي تخفف من تدخلاتها المضادة للمملكة العربية السعودية مرتبط بموضوع الاتفاق النووي الإيراني المملكة العربية السعودية يهمها من الملف النووي الإيراني ليس بالحقيقة تركز على موضوع امتلاك الأسلحة النووية بقدر ما تريد أن تخفف من حجم شعورها بالمخاطر أو بالخطر الإيراني بالهيمنة على المنطقة فلذلك أنا أريد أن أشير إلى هناك بوادر إيجابية من الممكن أن تؤدي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية خلال المحادثات القادمة أو الاتصالات القادمة عبر أطراف سواء العراق أو سلطنة عمان مع إيران فمثلا الحوسيون اليوم أعلنوا أنهم على استعداد لعقد مفاوضات جادة حول أزمة اليمن وهذا شيء جديد ثانيا وهذا هو الأمر المهم لاحظته خلال الأسابيع القليلة الماضية عدم قيام الحوسيين بأي هجمات في الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية لم تجبني على السيد سليمان بالنسبة لإيران دوافع إيران مصلحة إيران أهداف إيران بأن يحدث هذا الصلح بالحقيقة برأيي أن إيران تشعر أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مرتبط أيضا ليس بموضوع امتلاكها للسلاح النووي ولكن أيضا مرتبط بتدخلاتها في المنطقة عبر أدواتها المعروفة سواء حزب الله في اليمن أو الحج الشعبي في العراق أو الحوسيين في اليمن ومن هنا أعتقد أن إيران من الممكن من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات عنها لا بد أن تقدم تنازلات بعيدا عن ما يقوله الإعلام الإيراني أو الإعلام الموالي لإيران إيران مطلوب منها تقديم تنازلات وأهم هذه التنازلات برأيي هو أن توقف تدخلاتها في المنطقة عبر أدواتها ومن هنا فلا إيران مصلحة في تخفيف عدة التوتر مع المملكة العربية السعودية لا سيما أن هناك وساطات جادة هذه المرة وصلت فكرتك لكي تكون هناك اتصالات نعم وصلت فكرتك من إسطنبول أشكرك عذرني إنتهى وقت المقابلة معك سليمان النمر الصحفي مختص بالشؤون الخليجية ترجمة نانسي قنقر